شهدت دار الأوبرا المصرية فعاليات أيام الثقافة الصربية في مصر يأتي ذلك بمناسبة مرور 116 عاماً على العلاقات المصرية الصربية حيث افتتحت قارينة رئيس سربيا تامارا فوتيتش ووزير ثقافة أحمد فؤاد هنو عدداً من المعارض الفنية والتاريخية الصربية 116 عاماً على العلاقات المصرية الصربية شهدت دار الأوبرا المصرية فعاليات أيام الثقافة الصربية في مصر حيث افتتحت قارينة رئيس سربيا تامارا فوتيتش والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة عدداً من المعارض الفنية والتاريخية الصربية سربيا من البلاد التي تشترك مع مصر اشتراك تاريخي في نقاط عديدة جداً منها النقاط التاريخية طبعاً تاريخ عظيم جداً اشتراك عظيم جداً في الثقافات والفنون الصربية المصرية الحقيقة نقدر أقولك قاعد من في المستقبل هيكون فيه أكتر من كده تعاون من البلاد مختلفة الحقيقة كمان التعاون هيمتدد في ارتجاب ملاد أوروبية ولكن هيتجهت ناحية الجنوب أكتر طبعاً التعاون من الأفريقيا هيبتكون جزاب جداً من نسباننا عن مستوى الأقليمية هيكون التعاون أقوى من كده بكتير عن مستوى الدولي نحن نتجه في ارتجاب مختلفة كل اللي لي قدرة على المقدرة المعسسية المصرية إنها تمتت ببلاد العالم كلها تنشر الثقافة المصرية والفنون المصرية نوريونها تخران إنه لمن دواعي سروري أن أزور مصر وهذه ليست المرة الأولى فقد سبق لي زيارة مصر وزيارة مدينة شرم الشيخ وأعتقد أن الأجواء هنا تتسم بالإيجابية وهذا العام نحتفل بمرور 116 عاماً على العلاقات السربية المصرية من بين هذه المعارض الفنية معرض للحرف اليدوية السربية ومعرض للصور الفوتوغرافية بعنوان تجربة السربية الجبال والأنهار وأعقب هذه المعارض حفل فني بالمصرح الكبير تضمن عدداً من الفعاليات من بينها مشاركة فرقة كولو للفنون الشعبية السربية وشاركت معها في العرض فرقة رضا للفنون الشعبية التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية واللطيف أن الثقافتين فيهم ملامح من بعضهم ونتاج دا كتير أنا مصري هو وكنت مشرف على دكتوراه لطالبة من سربية من فترة يعني وإحنا شعبين قريبين هم من الشعوب الأقرب كتير للشعب المصري يعني زيهم زي اليونان دا الشعب اليوناني فكرة تبادل الثقافات دا شيء مهم جداً وبتقول للدنيا كلها أهلاً وصلاً بيكون في مصر وإحنا هنستقبل دا يعني الجمهور حتى الطبيعة هيستقبل دا بيحب يشوف دا بيحب يفهم بيحب يتعلم بيحب يشوف الثقافات التانية المختلفة وأكيد هم أكيد بيشوفوا برضو ثقافاتنا وأكيد بيبقوا مفسوطين بداياً كانت الفنون ومازال تلعب حلقة الوصل في التقارب بين الشعوب ومن هنا كان تعزيز الثقافات بين الشعبين المصري والصربي يدعم مختلف أوجه التعاون بين البلدين من أجل بناء جسور من التواصل البناء أحمد الحسيني التلفزيون المصري